السلام عليكم و انا اتمنى ان تكونوا بألف خير مرحبا بكم في قناة و قناة كويزين ماهو اذا او المره تضروا قناة انا اتمنى تشتركوا و اتسروا و اتقاط بصلوا دائما و تجهد الفيديوهات ديالي اليوم ان شاء الله نعدل معكم حلوة اقتصادية و جيد سهلة محبوبة الجماهير هي حلوة للال كجلدة و تشيشة و تدب الفم انا اتمنى ان الاعجاب ديالكم ان شاء الله نخليكم مع المكونات و طريقة تحتاج 250 جرام زبدة المارغارين قطعتها على شكل مربعات كيس سكر فانيلا كأس سكر حبيبات وقبصة الملح ونقضم جميع المكونات حتى ينسى جملة الخالد وكتبلي عندي لشكل بمض نضيف بيضة واحدة نضيف بحرار المطبخ ونخلط جميع المكونات ونضيف كأس زيت نباتية ونضيف مع الخلط بهذا الشكل هذا يعني نخدمها جيد ونضيف ربعات جبن متلت بصراحة يعطينا الهشاشة الحلوة يعني يصير من استرار هذه الحلوة هو الجبن متلت يعني يعطيها واحد الهشاشة رائعة ونضيف ونضيف كأس وربع الكوكاو ونضيف دقيق تدريجيا بالنسبة للدقيق 700 جرام دقيق سبعة كأس وكإبطة كل دقيق نشعر كل خالطه والنسبة للعجنة وتحصلوا على خليها وكنعملوا حريبيلات ونساعدلهم من الجوانب وكما تكلبت في الإحرار طريقة سهلة جدا ونقوصهم من جوانب ونقوصهم من الجوانب ونقوصهم من الجوانب نعود معكم واحدة اخرى طريقة سهلة جدا فلطة بفلي ونقوصهم من الى حرارة 180 نعمل الفرن من أسفل ونقوصهم من أسفل ونقوصهم من أعلى ونق reel اضحوا الاختير و من يخرجهم من الفرن يجبوني بهذا الشكل هذا يعني من خليهم شيئا انهم يتحمروا يعني هذا اللون هذا ذهابي و نجحوا الاخترين خلقهم حتى بردو على دي الساعة نعمل لهم سكر غلاسي و من المردولي نعملهم سكر غلاسي نوعية تكون نوعية نظيفوني نوعية تكون ممتازة يجب عليك التساؤلات على نوع السكر الذي نستعمل به هو بيرما سكر سبيسيال للباتيسري يكون نقص فيه السكر يكون نقص حلاوة يمكنك أن يضيفه لناشا يكون نقص الحلاوة وإذا كان هذا نفضله أحسن ونفضلهم في السكر بهذا الشكل ونكمل البقية اللي بقيت لي وملي كملتهم هذا هو الشكل النهائي حلوة الهلال محبوبة الجماهير صارحة جلديدة وشيشة بزاف تستحق تجربة كيف ما كتشوفوا أنا نفتح معكم يعني نقطع معكم واحدة تشوفوا القوام ديلا كيف يأتي صراحة شيشة بزاف كالدب في الثم وكي يكون هذا هو الفيديو دي اليوم كنتم نتمنى الإعجاب ديلكم وإذا أردتكم الفيديو خليوا لي لايك ولي كومنتائج وطبخ تجربة الفيديو مع الزقاء والأحباب ونطلقوا مع فيديو جديد إن شاء الله